السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدأ كده مع بعض حل الأسئلة بإذن الله بسم الله كده نبدأ مع بعض من اللي خليك تشوف طبعا كانت اسم السوغة اللي معنا كانت الكوميسي بلو ستين كانت الكوميسي بلو ستين طبعا موجودة في الكتاب نخش على بعد انها فتملى السحاحة يبقى نصيحة للمعملية المهمة لشن تعمل معاييره كويس كانت التب معنا يبقى دخلت الجملة دي غلق طبعا لو انت مليكت كمية زيادة حط شوية في لا طبعا لازم تشير لازم تبلاها لا عشان انت كده كده ممكن تقيس الفرق ما بين البوينت واليند بوينت تمام تتبقى الإجابة ب تمام تخشها البعدة تكسر الدم تكسر الدم ده الدم ده كان ايه كان خلايا تمام خلايا دي كان جواها بوتاسيوم تمام ايه اللي بيحصل لما كرة دم حمره تتكسر البوتاسيوم اللي جواه ده يطلع لبرة فايد دي false high result for potassium false high result for potassium تمام ده بالنسبة لأول تلات اسئلة معنا تخش على بعدها the absorption of which of one of the following minerals is affected by intake of tetracycline tetracycline ده كان مع الكالسيوم tetracycline ده كان مع الكالسيوم اما السيبروفلوكسسين هو ده اللي كان مع الايرن هو الكالسيوم تمام لكن هنا الإجابة تبقى الكالسيوم تتراسيكليم مع الكالسيوم كنا خدنا في كورمانسان تخش العادة which one of the following is the effect of الكورتيزول على البوتاسيوم and الكالسيوم اولا البوتاسيوم هو بيعمله هايبوكاليمي هايبوكاليميه يبقى يعمله ديكريز والكالسيوم برضه بيعمل هايبوكالسيميه فتبقى الاثنين ديكريز طبعا الكورتيزول يعني لما بتاخده حبوب بيشتغل كزي الالدستيرون فيعمل سوديوموتر تنشان ويترود البوتاسيوم تمام وكمان الكالسيوم بيتروده تمام فيستخدم في علاج الهايبركالسيميه لماذا لأنه بيعمل هايبوكالسيميه اللي جابة تبقى الاثنين ديكريز نخش على بعده اكراكتريستيك تيشيز انكواشر كور انكواشر كور كانت دول لايك فيسز كانت مطلوبها في البديل دول لايك فيسز تمام تمام نخش على بعده وانوفزا فولوينج كونستانت مانفيستيشان انزا مريزمس في المريزمس حاجة كده كونستانت ورده كانت موجودة في البي دي اف ان كانت موجودة في البي دي اف ان الاجابة هتبقى مسل ويستينج كونستانت كانت مسل ويستينج كان في حاجة كده يجول بتظهر خش على بعده which of the following is false regarding الكلينيكال بريزنتيشان of هايبو مجنزيميه هايبو مجنزيميه ممكن تعمل كارديا كاريزمي الجملة دي صح الهايبو مجنزيميه is associated with bitter blood pressure control لا الدكتورة هتشرح في الفيديو كانت قالت ان هي بتقلل resistant فكانت بتزود ال blood pressure مجنزيم deficiency is implicated in osteoporosis اه طبعا يبقى فيه ويعمل الشت عزام كان بيعمل هايبو مجنزيميه وكان بيأثر كتير الهايبو مجنزيميه may be associated with convulsions اه لانه كان بيهدي فالمغنيسيوم لما يقل اللي كان بيهدي يحصل يحصل تشنوجات فتبقى لي جامل واحدة الفولس هي ان الهايبو مجنزيميه is associated with bitter blood pressure control وشها البعدها على على الشارت دي اه بالانسرو بيتريك ميجرز لان ان وزنه هايبو مجنزيميه الهايبو طوله 80 سنتيجين نبص كده لان هذا تحت الفيرس الفيفس بانسنتايل او السيرت بانسنتايل فالشارت ده ده بيبقى ايه بيبقى اسمه استنتد استنتد دي يعني ساير تمام اقل منقل الخمسة من عشرة او السبعة من عشرة او السبعة من عشرة لاننا بتكلم على طول هايت تمام اما وسط دي لما يكون وزن تمام خش على البعدها والله خلالك بلك تمام وده في الجدوة طب المين قالك لان بريجنانت لان بريجنانت تيبقى اكبر من 220 اكبر من 220 اما لكانت اكبر من ثلاثة اللاتين دي كانت البريجنانت ذات نفسها وطبعا تحتاجها اكبر يعني عشان البادي ماس انديكس is not accurate in nutritional status in which you في جروب قالك والبادي ماس انديكس ده كان بيتأثر بايه يعني كانش بيبقى اكريت في ايه قالك ما كانش بيبقى اكريت في حالات الاديمة لانه بيبقى مورم كده فالسوائل يعني فالسوائل ده برضو ممكن هتديله وزن تمام فما تديلكش بادي ماس انديكس طب ايه اللي مورد اللي يبقى في اديمة لو في مشكلة في الليفر تمام هتبقى دي كمبينسيت ليفر سيلفليار ويز السايتس تمام فالإجابة هتبقى سي نخش على اللي بعده which lab investigation هو بالردكتور 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 بيولاترال بيتنج اديمة بالردكتور بيتنج اديمة ممكن يبقى عنده نيفروتكسندروم عنده نيفروتكسندروم يبقى نبص على السيرم البومين ببص على السيرم البومين تمام او عنده مشكلة نيترشن الادية بيكونش كوي عنده مرده مشكلة في الليفر حالهم فأبص على السيرم البومين خش بقى مع بعض كده السؤال ده which drug is approved خلالك وبقول لك which drug or drugs is or approved for treatment of obesity تمام فالdrug هتبقى الأوليستات تمام والله فيه برضو حاجات تانية قالت بيتنفع بس الأوليستات هتتذكرت مرتين تمام عن مواقع فكن هو بقول لك which drug or drugs فبرضو تتمشي تمام بس علموهم يعني لو جاهب بكر اخترى أوليستات خشها لبعد what is leptine resistant هو يعني leptine resistant higher concentration of leptine موجود leptine with out reduction in energy intake طبعا الليبتين ده كان بيطلع من خلايا fat cells بعد ما اتملت ويقول لك خلاص بقى ما هيشبع بقى فالleptine عمال يطلع وانت برضو ما بتشبعش عايز دا وعايز دا فده يبقى اسمه leptine resistant high concentration of leptine with out reduction in energy intake انت بتقللش أكلك يا عمد الليبتين طلع بس كده دا كده بالنسبة لي حل الاسئلة ناخدهم بقى كده في السريع مع بعض طبعا اول واحدة هي كنا قلنا دي كانت جملة الصح الهمولي استاذ قلنا كان بيعمل false high result for البوتاسيوم false high result for البوتاسيوم اخش على بعده اذا ابزور مش هنقفتش قلنا في زفول هنجمينر وليس بتأثر بتاتا سيكلين جنوعنا الكالسيوم وقلنا ان كورتيزول على البوتاسيوم والمغنيسيوم كان بيعمل hypochalemia hypochalemia characteristics features in quashrcore اتفقنا مع بعض ان يأ دول like ليا c تمام بالنسبة للماريزمص كانت قلنا muscle wasting false regarding hypochalemia قلنا hypochalemia associated with better good blood pressure control ليا بي الميل ده لانه كان اعثر فطلع stunted مع الطول طبعا hypochalemia 220 لواحدة non-prignant body mass index قلنا في liver ده جباسي و which lab investigation قلنا serum albumin قلنا can't see تمام ده كده التجميع للاسئلة يا مساء عمل like subscribe share وبعاته لاصحابك والسلام